كميات كبيرة من منتوج الطماطم الموسمية تم رميها بأراضي عين تموشنت بعدما قضت عليها حشرة حفارة الطماطم التي أتت على المنتوج وأتلفته بالكامل كانت خسر، قد نضيعها كل شيء، عدنا هدوة درها بارتل، ضربتها ما خلتنا التحاجة تبدأ في الورقة، تبدأ في الورقة، تأكل الورقة، تخطروا حتى سجر يفسر هدوة عطا دوية درنا، قاعد دوية اللي قالوا أننا ندرنا، نديروا منهم هذا هو رقش، ما يشروه هاش، الفلاح اللي بيشروه، سعطة طابلة، بيتوهاش، كيشوفوا هادك الدودا بيباشي ديها ها هي العينة قدامكم، ها هي طماطيش، كلاتنا الدودا، عينة بالدوة كالي يخسر 20 مليون، كيخلص 25 مليون تاعد دوة ما قعدت كيما هي، ها هي منتوج وافير، خاصة هاد المنطقة هاتي، تجي فيها المنتوج تاعد طماطيش ما تتصوريش، تعطيك واحد الطوناج اللي ما تكونش تخيله، ولكن عندك هاد الان والله لا رأنا نقاني أدوية مختلفة الأنواع والمصادر وحتى الأزعار التي كبتت الفلاحين الكثير من الأموال لم تجدي نفعا غير خسارة الفلاحين وعطونا الدوية من الموردين، من الدوية من مكان والو، حاجة اللي داوين بها مكان حتى حاجة دوة كل واحد يستقام، كان المورد اللي مبعد يستوكي لك الدوة سمانة يقول لك ما كان، مبعد يزيدك فيه 200% مبعد يزيدك في الفلاحين، ما تبيعش انت كما هادي الطوماتيش انت على الرض ران نبيع فيها بميل سنك دو ميل دو ميل فرون تلقاها فسان ميل سيميل ويميل فالاخر، ما دي طايون خير من الفلاح، ما عندها لا لفريل اوالو خير من الفلاح ارادة فلاحين موجودة، لكن العرقيلة المختلفة تضعفها وتعرقل مشروع القطاع البديل للمحروقات